ومتشاط في غاية الأهمية نبدأ بإيه؟ نبدأ بسموحة ولا نبدأ بالزمالك؟ نبدأ بسموحة لأنه هو الأقرب يوم الثلاثة إن شاء الله مطشي صعب جدا في الكاس متوقع فيه تنافسية مبدئيا كده شديدة طبعا طبعا هو فيه دلوقتي فيه كمان هو كل متشاط الأهلي صعب بصراحة يعني متشاط قوية جدا يعني هتلعب السموحة يوم الثلاث بعد كده يوم السبت الزمالك مبارات صعبة جدا مبارات قوية جدا وسموحة كان عندها برضو صفقات حلوة جدا بداية الموسم السيفي حقيقة وجاب كمان خد حسن أم حسن تاني رجعه تاني نسموحة لعب كبير طبعا عب كويس كان بلعب في نادي الأهلي طبعا أكيد هي بس سموحة عندها دلوقتي فيه تغيرات تقريبا في الجهاز الفني أو كده المهانس فرج عامر عاوز يغير الجهاز الفني يجيب أعتقد معين الشعباني أعتقد أحاول أوليسة الإسم سمعت حاجة زي كده إنما الأهلي بركز في المباراة الأهلي بركز في الشغل بتاعه بيدخلش نفسه في متاهات ما لوجه دعوة من اللي بيحصل بر أو جوه ما لوجه دعوة خالص بيشتغل على الهدف اللي هو عايزه الهدف اللي هو عاوز يروح لأنه يلعب مباراة تسموحها ويكسابها عشان يأخذ خطوة تانية طبعا النهائية أكيد فطبعا كل ده العوامل إن شاء الله يعني متاحة للنادي الأهلي إن شاء الله الأهلي مستقر جدا جاهز فني رائع إدارة موفرة كل حاجة للعيبة ظرف حلوة الموسم ده عن الموسم اللي فات لو إحنا هلتكلم في نفس التوقيق حمد لله يعني شيء رائع مدرب كبير مدرب لي اسم طبعا وإحنا يعني المدربين إن هم بتوع سويسرا أو ألمانيا أو النمسا يعني ناس يعني راقين جدا في التعامل مع الأشخاص مع اللعيبة مع الفنيات مع الأندية الكبيرة ده بيريح جمعا جدا للنادي الأهلي للنادي الأهلي فمحتاج مدربين على المستوى اللي هو يليق بالنادي الأهلي صحيح وده اللي موجود طبعا الحمد لله يعني وحديك التكلم إحنا شايفين كمان مجموعة لقطات كده من التدريب الصباحي النهاردة الخريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومفيش زر تشك في إن الماتشين اللي جايين أصعب من بعض كابتن يهاتي حقيق بس وإحنا لسه وقفين عند سموحة يعني في رأيك إيه الأمور اللي أنت ممكن تبقى قلقان منها في الماتش ده بصفة خاصة بص الألق الوحيد إن هو ماتش كاس الماتش الكاس ملهوش أي حسابات يعني ممكن فرقة صغيرة جدا تكسب فرقة كبيرة ده هو ده العامل الوحيد اللي هو في مباراة الكاس مباراة الكاس بتخدع الفرقة الكبيرة يعني مباراة الكاس دايما وإحنا كنا بنرعب بتخدع الفرقة الكبيرة وتلاقي فرقة صغيرة هي ممكن تكون مشت لقدام جدا وراء وسط النهائي وقبل النهائي فطبعا التركيز كله أو التخوف إن النادي أهل لازم يركز جدا في المباراة عشان يكسب المباراة لأن الدوري غير الكاس مباراة الكاس خادعة جدا 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 وطبعا النادي أهل يفهم الكلام دوت وعنده من الخبرات إنها من اللعيبة والإدارة والطاقب الفني عندهم خبرة إن مباراة الكاس حتى في العالم كله خداعة مباراة الكاس بالذات خداعة غير مباراة الدوري أو مباراة الكاس أفريقيا لا إعادة ولا نقاط الجمع معادي ما لهاش أي حاجة هي مباراة تكسبها وإنت موفق حتكسب مش موفق ربنا هو اللي يعني بسهلة مع الفرق يعني فالمباراة دي الحاجة الوحيدة اللي بتقلب من الموضوع إن هي مباراة خداعة جدا مباراة الكاس بس كده ترجمة نانسي قنقر